كان الحادث مشابها لما حدث في نهاية أغسطس الماضي حين انخفضت المقاتلات الجوية الإماراتية على رتل عسكري حكومي يسير إلى عدن وقصفته بعدة غارات مما أدى إلى مقتل وإصابة 300 جندي غير أن المقاتلات الإماراتية التي حلقت على مسافة قريبة من معسكرات الجيش في شبوة لم تطرق النار هذه المرة واكتفت بالتهديد فقط ووفق قواعد الاشتباك العسكرية فإن العملية تعد واحدة من العمليات العدائية التي يستوجب الرد عليها ولذا فإن قوات الجيش وضعت يدها على الزناد في انتظار الأوامر للرد لكن محافظ شبوة محمد بن عديو وجه بصرامة بتجاهل ما وصفها بالاستفزازات العسكرية للقوات الإماراتية يوضح المحافظ في مذكرة رفعها إلى الرئيس هادي بأن مقاتلات الأباتش الإماراتية التي كانت مرافقة لقوات إماراتية تنتقل على الأرض من منشأة بالحاف الغازية إلى معسكر العلم تحلق على علو منخفض فوق معسكرات وحواجز الجيش وتفتح حاجز الصوت وحينها كانت المدرعات والأليات الإماراتية تعبر نقاط وحواجز الجيش بسرعة كبيرة دون توقف ما سبب حالة من الغضب لدى قوات الجيش والأمن ووفق المحافظ فإن القوات الإماراتية كانت تنقل الأسلحة لتوزيعها على ميليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى مشيرا بأن القوات الإماراتية ليس لها أي مهام أخرى في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة ولم يكن الحادث يجري بعيدا عن ما صارت له الأحداث في أبيان إذ قتل جندي وأصيب آخر بكمين مسلح في مديرية المحفد القريبة من محافظة شبوة ووفق المصادر فإن المهاجمين أنسحبوا على الفور وعلى الفور كانت صفحة تعنى بنشر أخبار الحزام الأمني تعلن مسؤولية القوات عن الحادث ترسم التطورات الأخيرة صورا مختلفة عن الوضع العسكري في الجنوب بعد أن باتت التحركات الإماراتية تهدد بنسف اتفاق الرياض الذي لم ينفذ حتى اليوم مما دفع محافظة شبوة لمطالبة الرئيس هادي بالتدخل ترجمة نانسي قنقر